موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية والبداية نستهلها بأبرز العنوين افتتاح مشروع إعادة تأهيل المختبر العلمي والمكتب الثقافية بمدرسة السومية للتعليم الأساسي بالمكلة صحة ساحل حضرموت تتسلم جهازي عاش للأطفال هذه من الطبا سعوديين بمستشفى المكلة للأمومة والطفولة اختتاب برنامجي تطوير الجفاء الوظيفية للإقتصراع الحكومي وطريق الأمل المهني للشباب بالمكلة موسيقى أهلا بالكبر أشهدت السلطة المحلية بوادي وصحرائي حضرموت بدون منظمات المجتمع المدني في المساهمة لرفع الوعي المجتمعي بعدد من القضايا والمواضيع المهمة جاء ذلك لدى لقائهم بالمدير التنفيذي لمؤسسة الوسط لأتنمية المهندة حسام غيثانة وأعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع ملتقى الاكتفاء الذاتي التابع للمؤسسة حيث استمعت السلطة المحلية إلى شرح مفصل عن أهداف الملتقى المتمثلة في التعريب مبدأ الاكتفاء الذاتي للفرد والمجتمع ودراسة السبل العملية لاكتساب المهارة المرتبطة بالجنب العلمي بصورة متكاملة وتحقيق الرؤية الواقعية في الاكتفاء الذاتي لكافة أفراد المجتمع بحث لقاء اليوم بمدينة سيئوب رئاسة السلطة المحلية السبل الكفيلة لتفعيل الشراكة بين محطة البحوث الزراعية وجمعية الفلاح الحضرمية بالوادي والصحراء بما يسهم في المساهمة للنهوب الواقع الزراعي وتحسين جودة الانتاجة وتطرق اللقاء إلى استعراض عدد من المشكلات الزراعية التي تواجهها المزارعين وكيفية إيجاد المعالجات البحثية لها افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضر موت الأستاذ جمال سالم عبدون مشروع إعادة تأهيل المختبر العلمي وقاعة المكتبة الثقافية والعامة بمدرسة السمية للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلة وأثناء جولته بمعية مدير التربية والتعليم بالمكلة أشار الوكيل عبدون لأن هذه التدخلات لتحسين البيئة المدرسية في هذه المدرسة تأتي في إطار الدعم والتمويل ورعاية صدت المحلية بالمحافظة وضمن خطة قيادة المكتبة مؤكد أن هذه النقلات النوعية أسهمت بالشكل الكبير في تحسين أداء المعلمين والمعلمات داخل قاعات الدرسة وأشهد الوكيل عبدون بالجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات لاستكمال ما تبقى من العام الدراسي وإجراء الاختبارات النهائية لمراحل النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية في جميع مديريات المحافظة متمنيا للجميع التوفيق والتفوق والنجاح تسلم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضر موت الدكتور رياض الجريري جهازي إنعاش للأطفال المواليد أوتوماتيكا هدية من أطباء سعوديين لمستشفى المكلة للأمومات والطفولة واجرى تسليم الجهازي من قبل البروفيسور عماد بخاري الذي وصل إلى مدينة المكلة على رأس فريق طبي كبير سيجري عمليات جراحة قلب مفتوح وقسطرة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب ضمن حملة بلسم ثلاثة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار وحثت دكتور جريري الكوادر الصحية على الاستفادة القصوى من هذه الأجهزة والحفاظ عليها لتكلفتها العالية وهميتها في إنعاش حديثية الولادة والأطفال كما طالب منطاق مركز نبض الحياة تدريب كوادر مستشفى المكلة الذين سيعملون على هذه الأجهزة خلال الأيام القادمة قبل إدخالها الخدمة نفذت المؤسسة المحلية للمياه هو الصرف الصحيبي ساحلي حضر موض برنامج الصيانة والطوارئ لشبكات الصرف الصحيبي لمنطقة الغربية بالمكلة حيث دشنا البرنامج لفك الانسدادات وصيانة الشبكة باستبدال أغطية غرف التفتيش المتهالكة ومعالجة المشاكل والحد منها يتي هذا ضمن الخطط التي تنفذها المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي برفع مستوى الخدمة للمواطنين وعنوهت المؤسسة المحلية المواطنين ورؤساء الأحياء بالتعاون والإبلاغ عن أي خل في مواقع الانسدادات والأغطية المتهالكة ليتم استبدالها ومعالجتها عرضت فرقة التوعية الثقافية التابعة لمكتب الثقافة بساحل حضرموت في حديقة ومنتزها الستين بغيبة وزير مسرحية الضحية وعالجت المسرحية التي شارك فيها نخبة من ألمع نجوم المسرح بحضرموت بمشاهد كوميدية هادفة زواد القاصرات والآثار السلبية والصحية التي تتعرض لها البنت القاصر بعد الزواجة وتخلل العرض تقديم إسكيتش هادف وكذا تقديم وصل غنائية هندية تحدثت عن الدور الريادي للمرأة كما قدمت العديد من الجوائز للجمهور ويعاد العرض هو الثالث للمسرحية التي قدمتها فرقة التوعية الثقافية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت بعد العرض الأول على مسرح كرنفال حضرموت وحديقة قصر السلطان القاعطي بمدينة المكلة افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم جناحا خاصا بمعيلات الأسر التي تخرجنا من برامج تدريبية مهنية في ساحل حضرموت وأوضح المدير التنفيذي لإتلاف الخير فهم منصور أن المعرض يعاد إحدى الآليات المهمة لعرض منتجات مشاريع المرأة المعيلة بهدف تحسين سبل العيش على النهوم بالمعيلة في جميع المجالات وإيجاد أفاق جديدة للمتدربات المعيلات بما يساعدهن على إيجاد فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادية اختتم بقاعة رباط بحر النور لدراسات الإسلامية بمدينة المكلة برنامج تطوير الكفاءة الوظيفية لموظفي القطاع الحكومي بساحل حضرموت وبرنامج طريق الأمل المهني للشباب بحفل خطابي وتكريمي المزيد في سياق التقرير التالية برعاية كريمة من محافظة حضرموت قائد المنطيقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني والمفكر الإسلامي الدكتور أبي بكر العدني بن علي المشهور وبشراكة مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكاتب التنفيذية الوزارية الأوقاف والإرشاد والتعليم الفني والتدريب المهني والخدمة المدنية بساحل حضرموت وبتنظيم من مؤسسة الاكتفال التمكين المهني وتنمية المجتمع ومؤسسة الوسط للتنمية أقيم بقاعة رباط بحر النور للدراسات الإسلامية بمنطقة فوة الحفل الخطابي والتكريمي لختام برنامج تطوير الكفاءة الوظيفية لموظفي القطاع الحكومي بحضرموت الساحل وبرنامج طريق الأمل المهني للشباب الذي تم تنفيذ هذا البرنامجين على مدى عام كامل وفي مستهل الحفل الذي بذي أبي تلاوة عطيرا من آيات كتاب الله الحكيم من قبل الشيخ المقرع عبدالقادر حسن الجفري ألقى مؤسس مؤسسة الاكتفاء والموجهة العام للأربطة الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب الدكتور أبي بكر العدني بالعلي المشهور أكد أن ديننا الإسلام وضع شعارات ذات أهمية بالغة في مفهوم الاكتفاء الداتي من خلال التربية أولا وثم التعليم وثم الدعوة إلى الله وثم الاكتفاء الداتي نفسه وهذه المقومات ليست جديدة علينا ولكن نحن في غفلة عنها في جيلنا الحاضر لإنعدامها في الواقع الحياتي هكذا قامت حضرموت ومدرستها التي تسمعونها في الآفاق وفي العالم ما من بلد دخلناها في العالم إلا وراية حضرموت مرفوعة سواء كانت من حيث اسمها أو كان من حيث دورها إذن معنى ذلك أننا لا بد نبحث في تاريخنا العريق ما الذي جعل مدرسة حضرموت تتميز في العالم أما نحن الآن يمكن لو حافظنا على وضعنا الداخلي كفاء لأننا لسنا مثلهم وإن كانت الحياة تسعة ظروف الحضارة امتدت لكن ليس الإشكال في امتداد الآلة ولا في امتداد المباني ولا في صناعة الشوارع ولا في المؤسسات هو في الإنسان وكما ألقيت في الحفل كلمات من قبل مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ أحمد السعدي وممثل عن مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أحمد باظروس وعن المشرف العام للأربطة الإسلامية بساحل حضرموت وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز والمدير التنفيذي لمؤسسة الاكتفاء الأستاذ عبدالله الشبيبي أشارت جميعها إلى أهمية هذا البرنامج ومساهمته في تطوير الكفاءة لدى العاملين في القطاعات المستهدفة وبناء قدراتهم إضافة إلى إكساب الشباب والشابات العاطلين عن العمل مهارات حرفية وعملية تمكنهم في الإنخراط في سوق العمل وتخلل الحفل عرض لروبرت تاجين يستعرض مسيرة برنامج تطوير الكفاءة الوظيفية الموظفية المكاتب المستهدفة وبرنامج طريق الأمل المهني وقصيدة نالت استحسان الحاضرين عقب ذلك تم تكريم الجهات المساهمة من الرعاة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المشاركة والمذربين ونماذج من المتدربين والمنسقين في هذا البرنامج بالدروع والشهادات التقديرية حضر الحفل الشيخ الدكتور محمد بن علي بعطية عميد كلية الإمام الشافعي للعلوم الشرعية والأستاذ محمد منصور بن ثابت المدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية ومدير إدارة التدريب والتأهيل بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر بوت صادق محسن الحامد ومدير منسقية منظمات المجتمع المدنية الأستاذ جمعان بن ناصر وعدد من ممثلي المكاتب التنفيذية والمؤسسات والدعاء وطلبة العلم من الأربطة الإسلامية ومركزها التعليمية في ساحل حضر موت لقناة المكلة فادي حقان شاركت قوات خفر سواحل بمحافظة حضر موت في حماية تأمين دور الفقيد عوض ساعد السقطري في نسخته الثانية الذي انطلق الجمعة الماضية على ملعب نادي الريضة الرياضي بمديرية الريضة وقصيعر حيث شارك في الدورة الذي يأتي تحت رعاية محافظة حضر موت والمهرة أحد عشر نادي الرياضي من حضر موت والمهرة وانطلقت أولى مباريات الدور التي جمعت الريضة مع نظيره اتحاد المسيلة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنبار افتتاح مشروع إعادة تأهيل المختبر العلمي والمكتب الثقافية بمدرسة السومية للتعليم الأساسي بالمكلة صحة ساحل حضر موت تتسلم جهازي عاجل الأفرال حديد من أفتدار سعوديين بمستجفى المكلة للأمومات والطفولة اختبرنا ما جاء تطوير الكفاءة الوظيفية للتفاع الحكومي وطريق الأمل المهني للشباب بالمكلة السيدات والسادة قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلة المحلية شكرا على حسن الإسرائي والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة